نوافقكم كالعادة بالحصيلة اليومية لنتائج ترصد الوبائي ضد داء كوفيد 19 ببلادنا خلالها 24 ساعة الأخيرة أي ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومي الخميس 14 مايه 2020 فخلالها 24 ساعة تم التأكيد مخبريا على عدد جديد من الحالات طبقا للمعايير المعتمدة بطبيعة الحال وهذه الحالات الجديدة المؤكدة مخبريا خلالها 24 ساعة هي 95 حالة ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لهذا الداء منذ بداية الوباء ببلادنا إلى حدود اليوم ستلاف وستمائة وسبعة دير الحالات هذا الخمسة وتسعين دي الحالات الجديدة سجلت تقريبا ما يقارب النصف بجهة الدار البيضاء ستات وسجلت حالة أخرى بنسب متقاربة ما بين جهات مراكش أسفي جهة طنجة طوان الحسيمة جهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا والقنيطيرا مع الإشارة إلى أن هناك جهات لم تسجل حالات منذ أيام وهي الجهات الجنوبية للملكة العيون الصقية الحمراء الضخلة والدهاب قلميم ودنون بالإضافة إلى جهات بن ملال خنفرة ثم هناك جهات التي تسجل حالات قليلة من فينا لأخرى وهي الجهة الشرقية وجهة سوس ماسا هذا الخمسة وتسعين دي الحالات الجديدة تم اكتشاف واحدة وثمانين منها أي بنسبة ستة وثمانين في المياه ضمن عمليات التتبع الصحي والكشف لدى المخالطين هؤلاء المخالطين الذين وصل عددهم منذ بداية الوباء ببلادنا إلى اليوم سبعة وثلاثين الف ومئتين وتسعين مخالط سبعة لاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين منهم لا زالوا تحت المراقبة الصحية بالنسبة للعدد الإجمالي دي الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء واللي كان أكد العدد دي لها ستلاف وستمائة وسبعة فالتوزيع الجغرافي حسب الجهات لم يطرأ عليه تغيير كبير بحيث تبقى جهة ضربضة ستاته الجهة التي سجلت بها على نسبة بما يقارب 29% تليها في المرتبة الثانية جهة مراكوش أسفي ثم تأتي جهات طنجة طوال حسيمة وجهة فاس مكنس وبدرجة أقل جهات رباط سلا والقنيطرة وجهات ضرع تافيلت يجب الإشارة كذلك إلى أنه إلى جانب التأكيد مخبريا على الحالات الخمسة وتسعين التي أشرت إليها هناك كانت نتائج سلبية وبذلك استبعدت التحالي المخبري عددا من الحالات كان من المحتمل إصابتها ولكن سبعدت جراء التحالي المخبري وهذا العدد ديالها وصل خلالها 24 ساعة إلى الف وتسعمية وسبعة وخمسين حالة ويصل الإجمالي ديال الحالات لمستبعدها منذ بداية الوباء واحد وسبعين آلف وتلتمية وخمستاش خلالها 24 ساعة كذلك سجلنا مع الأسف حالتين وفاة إضافية جراء هذا الفيروس ليصبح بذلك الإجمالي ديال الوفيات منذ بداية الوباء ببلادنا ما هو مئة وتسعين وتبقى النسبة المئوية للإيماتة منخفضة بحيث أنها وصلت إلى حدود اليوم جوج فاصلة تسعود في المئة بالنسبة لحالات التعافي سجلنا والحمد لله تماثول 179 حالة إلى الشفاء التام طبقا للمعايير المعتمدة وبذلك يصل العدد الإجمالي للعدد ديال المتعافين 3310 ونكون اليوم سجلنا بأن عدد المتعافين يفوق عدد الأشخاص الذين لازلوا تحت قيد العلاج يعني الحالات النشطة وتستمر بحمد الله النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع حيث تخطينا عتبة 50% وهذه النسبة أصبحت اليوم هي 50.1% كذلك وضمن التفاعل مع بعض الأسئلة التي تريد علينا فالتوزيع النسبي لحالات المرضى الذين هم الآن قيد العلاج هو كالآتي 91% منهم ليست لديهم أعراض للمرض البتة أو لديهم أعراض بسيطة 8% حالتهم الصحية لا تدعو للخطر بسيطة لديهم أعراض بسيطة و1% هما للحالة لهم الصحية متقدمة أو حارجة من ضمن الأسئلة كذلك التوزيع حسب السن وحسب الجنس فالمعدل للحالات النشطة التي هي قيد العلاج حاليا معدل السن و35 سنة وتوزيع حسب الجنس هو 58% دكور و42% إينات إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا خلال 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته